ده حيخيدينا أسأل حضرتك، احنا شايفين الصور كمان دلوقتي معانا على الهوى بعض أو نماذج لهذه الجداريات ومتكلم على رموز زي دكتور أحمد زويل ودكتور مجزي عقوب وغيرها من الرموز طبيعة العمل في مكان رملي وصخري وزي ما حرجوا تقولي على امتداد مساحة نمتكلم على 600 متر مساحة بشهينة يعني محتاجة تركيز ومحتاجة كوادر لمساحة اللوحة اللوحة الوحدة لكن المجرى 190 كيلو فده اشتغلتوا عليه ازاي دكتورة سوهير والكوادر كمان الفنية والمبدعة بيشتغلوا في هذه الكده نعم هو طبعا لما بقول عمل يدوي ومعنديش بس الوقت ان انا احطه يضاف لموسوع الجنيس معنديش الوقت عايز بروسيدجرز كده خطوات لان ده عمل يدوي بجد حديثك بتتكلم في 675 متر ومربع المساحة لكن عدد الشيتات او كلمة شيت طبعا يعني وراء بنلزق عليها بنلزق عليها مزايكاية مزايكاية المزايكاية الوحدة المزايكاية الوحدة سنتي ونصف سنتي ونصف يدوي عدد الشيتات دي 6,675 شيت ده رقم ضخم جدا ده بيتم الانتهاء منهم خارجيا مش في الموقع نفسه او مش في الموقع او بعدين بعدين مزايكاية التلازق ولا ايه؟ بالزبط حضرتك انا طلبت الحقيقة من سيادتي الفريق ان اعمل الشغل في مصر في القاهرة وبعدين يروح عالتركيب فقط لان انا مش ه العامل يقلن وظيفتي في القاهرة فما ينفعش ان انا اعمل ده وانا ابقى مقيمة هناك فهي خطوات فبعمل ده في القاهرة الحقيقة كالترخير سيادة المحافظ محافظ السويس سيادة اللي هو عم نمجي تصار وفر للمكان في مدينة جامعية في مدينة نصر في القاهرة مساحة حلوة جدا بتاعت ملعب اوهات تتعمل ملعب مساحة حلوة قوي استدعيت طلبت يمكن كليات كلها كل طلبت كليات الفنون التطبيقية لانها مشاريع تخرج ليهم ولا طلبت فيهم اه لأ فنون تطبيقية فنون جميلة تربية فنية انا كتبت على الفيس ودي حاجة كويسة تعليم للولاد اولا كل الفنانين المصريين بقى اللي هنشوفهم بعد كده اسمألة معي بالزبط بغض النظر عنهم ايه انا بعلموا معايا تلاتة اسيستنت بيعلموا الطريقة الطريقة مش اختراع يعني يعني احنا قلنا واحد نين ثلاثة بس فكانوا حتى منهم بقول حياتك اعدادي اولى تانية تالتة ربعة ما يقرم مثلا من تسعين طالب وطالبا او او السمتي عليهم المهام يا دكتورة السمتي عليهم المهام لان خبراتهم اكيد مختلفة يعني من سنة اولى الحد او اعدادي اعدادي في فنون جميلة مثلا او فنون طبيعية الحد سنة خمسة يعني خبراتهم مختلفة واقصمهم مختلفة بس هي لا هي مش بس اقول حياتك حاجة هي مش محتاجة لخبرة بالدرجة يعني انتي بتعلمي حد وعندي فريق مراجعة طبعا يعني حاجة اسمها شابلونة او فريم كده في مربعات فاضية اي المربعات الفاضية دي بيبقى كل طالب معايا ورقة الورقة دي محطوط فيها مثلا سي نصها يحط على حسب الرسمة نصها يحط مثلا مزايق ابيض ربعها من فوق ازرق الربع التالت كذا فتبقى فيه خطوات مسبقة بعملها انا الاول حقيقة كليدر يعني كتصميم الفكرة يا فاندي عشان بضع أقرب لأستاذ المشاهدين فكرة التنفيذ مهمة طبعا وخطوة صعبة لكن اعتقد اصعب فكرة الفكرة او الفلسفة او تصميم الموضوع يعني انا عايز اعمل ايه على امتداد مجرى الملاح طبعا وضع التصور والفكرة والفلسفة اعتقد ده مرحلة صعبة جدا سابقة للموضوع هو ان شاء الله مش صعبة عشان انا بحب الحاجة فما فيش حاجة عندي صعبة خالف ما فيش حاجة عندي مستحيلة ما فيش حاجة مستحيلة فيش حاجة احنا انسان المصري ده ده بيخرج بره بيعمل عمايل يعني صراحة بس الفكرة الثقة الثقة في الحاجة الواحد بيعملها الثقة ومراعاة الحاجة دي مراعاةها يعني لما قدم مشروع سيء انا من الناس او غيري ويتحفظ او ما يتعملش بيه يبقى حرام طب نبص عليه مثلا فبالتالي لحد ما وصلت لحاجة انا حباها بغض النظر اقسم بالله ما حسبت للروح ولا جنيه واحد طيب احنا قدامنا قدقية دكتورة علشان نقدر نقول ان المجرى الملاحي كله تمالة بالجدارية دي ايه اللي خلص لحد دلوقتي وايه المدد الزمنية اللي مفروض نخلص فيها كل المجرى الملاحي هو الحقيقة يعني يعني تم الاتفاق على 20 جدارية مبدئيا طبعا 20 ده رقم 20 جدارية متوزع بتوزيع مشان اللي بوزع طبعا سيادة الفريق مع سيادة مع سيادة المستشار وعلى فكرة طبعا يعني في زيارات كتيرة لسيادة الرئيس راح هناك وشاف الجدارية دي هي هي كمحددات زمنية فعليا الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني الجدارية الوحدة يعني ماكسمام كده اقصى حاجة بتاخد شهرين تصميمات قريدي موجودة تنفيذ تصميم وتنفيذ يعني بتتنفذ في مدينة نصر في مدينة الطلمة وبتخرج بيوفروا العربيات نقل طبعا بتخرج بسنديق سنديق سنديق كده وبتترتب بترتيب بالارقام وبالحروف